السلام عليكم يا شباب ماذا لو قلت لكم أن هناك ميزة حصرية على هواتف السامسونج تجعلها تفكي خطمه دون أن تلمسه فمثلا أول ما توصل الجامعة أو العمل التلفون يرجع أوتوماتيكيا في وضع الصامت أو مثلا أول ما تخرج من البيت يفعل وضع توفير الطاقة أو مثلا إذا فتحته لإصبع السربابة يفتح على طول الكنكنوليتر لأن حاصلة كل هذه الميزات بتحصرها في Moods and Routine من سامسونج الذي كان اسمه بكس بي روتين بتحصله هنا Advanced Feature بتحصله هنا بس ومن هذا التعديد الجديد نقله هنا خارج أو تبدو تجيبه من الإعدادات السريعة الأوضاع تبقى إذا وتحطه تجيس الغط ويشرح الفنكرة الأساسية للأوضاع والروتين بنبدأ بالروتين تخل على الاستكشاف وهنا بيشرح لك بعض الأمثلة تضغط علامة الزائد والفكرة الأساسية من الروتين أنه يجيب لك شرط وفعل كما ذكرت لكم سابقا الشرط إذا وصلت الجامعة أو العمل العمل أنه يصمت التلفون كل هذا يحصل أوتوماتيكين بدون ما تدخل الآن بأوريكم كيف نسوي ندخل على الشرط بتلاقي فيه هنا شروط كثير لا حابيني شرح كل شيء بالتفصيل اكتبوا لي بالتعليقات بنسوي له فيديو الحالة الآن بأوريكم الفكرة الأساسية بعد أن تستطيعوا تخصيص وإنشاء الروتين بالشكل الذي تحبوا نبدأ بأول المثال ذكرت لكم نروح حق المكان اختيار مكان مثلا جامعة صنعة تحددوا القطر من إنش تبدأ العملية عندما أصل تفعل تم الآن نروح للإجراء الأصوات والاحتسازات وضع الصوت ومستوى الصوت ونخليه صامت تم نفعل حظ نعطيه اسم ونعطيه أيقونة من هنا أو تقدم تدور صورة ونغير اللوم ثم مثلا نخليه هذا الأيقونة ونخليه هذا اللوم ونخليه الاسم الجامعة وتسوحف الآن أوتوماتيك بجرد ما توصل الجامعة يتحول التلفون للوضع الصامت نزيد نسوي مثال ثاني إذا خرجت من البيت مثلا نروح المكان اختيار موقع وصاردنا هذا البيت عندما أغادر البيت فعل تم نروح للإجراء البطارية وضع توفير الطاقة تفعيل حظ نعطيه اسم وشكل نسوي تم الآن بمجرد ما أخرج من البيت على طول يفعلت وضع توفير الطاقة نزيد مثال ثالث بس فيه شروط وإجراءات ما بتحصلوهاش بتكون بقائمة الروتين بلس هذا أنا شرحت لكم في برنامج الـ Good Look وعلمكم طريقة تحميله وتثبيته ومجرد ما ثبته على طلبة تحصل الميزات حقه هنا الذي أحدها أنك لما تفتح مثلا ببصمة معينة ونقل هذا ضل تخليط على أي إجراء مثلا يفتح لنا تطبيق الآلة حاسبة تم حف بتعطي اسم بس لأنه أنا قد فعلت واحد من قبل ليو هذا فما أدرش تضيفه يعني الآن شوفوا كيف مجرد ما أبصم بهذه الوصباح عندي حد التهاب تحل الآلة حاسبة خلنا نمسح اللي سوينا نقضي شوية كأمثلة فهذه بعض الأمثلة اللي أنا أستخدمها مثلا إذا وصلت المستشفى الجمهوري أو الكويت أو الثورة ولنوصلت الجامعة أوتوماتيك يصمته أو مثلا يقطع النت على تطبيقات معينة مع اشتش أول مدخلها جزء الطفل واي فاي وهو يضفي أوتوماتيك أول مدخل البرنامج أو مثلا ولع وضع توفير الطاقة إذا كان مستوى البطاري أقل من ثلاثين ويفعل لي رسالة والرسالة تكون محتوىها باتاري إزلو وأول ما أركب الشاهنة للتلفون أو يشتهن فوق الثلاثين على طول يبعد وضع توفير الطاقة أوتوماتيكيا هذا يسمح لي إضاء تلفوني أو استرق أنه بمجرد ما أرسل تلفوني أي رسالة SMS يكون محتوىها فايند مايفون على طول يضع تطبيق الواي فاي ويشغل البيانات الـ 4G ويشغل الموقع ويشغل الفلاش الكيمير عشان يضوي ويشغل الوضع توفير الطاقة ويغير الخلفية ومخلي في الخلفية أرقام أخوتي وأني أغلبت الجهاز وعدة أشياء ثانية وكذا أقدر أحدد مكان تلفوني بحساب السامسونج أوتوماتيكيا من أي جهاز آخر وهذا الروتين إذا مثلا كنت خارجي البيت وافتصلت الساعة حقي من الجهاز يرفع الصوت ويدي لي شعر بصوت عالي ويقول لي أن الساعة مش قريبة مني افتصلت وكذا أقدر تنشؤ الشروط والإجراءات التي تريدون والآن نروح لشرح الأوضاع تقدر تضيف أي وضع وفي أوضاعي كنين جاهزات فمثلا لما أشابت الوضع العمل يقوم بتقييد بعض التطبيقات لا تقدر أدخلها ولا توصلني منها أشعارات تقدروا هذا الوضع يشتغل تلقائيا بأي الشروط حقول ويفعلكم أي إجراء من الإجراءات حقول حتى أنه يغيروا الخلفية وكذا نكون كمنا نشرح الأوضاع والروتين من سامسونج وإذا أعجبكم محتوى القرار لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر